السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل زمان ومكان لو بتحب تقرر الروايات أو مش بتحب يبقى استنى هنا هلخصلك الرواية في ثواني ومش هنعيد تاني وروايتنا النهاردة وحش البحيرة للدكتور أحمد خالد توفيق وسلسلة روايات ما وراء الطبيعة وقبل ما نبدأ روايتنا لو عجبك المحتوى اشترك في القناة ما عجبك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وبتبدأ روايتنا لما بيسافر رفعة لإسكتلندا وهناك بيقابل السير جيمس أستاذ القديم في البعثة العالمية اللي كان فيها رفعة وبيدعوه إلى قصره وهناك بيقابل ماجي حبه القديم ويقابل كمان مجموعة من الأشخاص ويكتشف أن اللي جمحهم على العشاء ده هو موضوع وحش البحيرة لخنيس علشان عايزين يتأكدوا من حقيقة وجوده من عدمه وفي الوقت ده بيشوفوا الوحش في البحيرة وبيحكي السير جيمس لرفعة محاولاته لإثبات وجود الوحش وبيقوله كمان أنه اكتشف أثار للفايكينج أنهم اعتادوا تقديم قرابين للوحش في صورة عزروات شابات اتقاءا لغضبه وأنهم كانوا بيستدعوا الوحش ببوق وبيلبسوا الفتاة قلاده وبيقوله كمان أن القلادة والبوق اتسرقوا وفي هناك واحد مجنون بيستخدمهم في استدعاء الوحش وتقديم قرابين في صورة عزروات شابات بعد اكتفاء شابه من عدة أيام زي شغل عروس النيل بتاع مصر جدا وبعدين ورفعة قاعد هو وماجي بيكتشفوا ممر سري بيودي لأسفل القصر بتاع السير جيمس لكن بيتوهوا داخل الممر وهم بيدوروا على المخرج بيلاقوا الفتاة اللي كانت معدة إنها تكون الضحية القادمة لوحش البحيرة لخنيس وبينجحوا في الخروج من الممر وبيكتشف رفعة السر إن اللي سرق البوك والقلادة هو خادم السير جيمس وهو أنفريد وإنه كان عايز يحيي عادة الفايكينج القديمة بعدين بيتفاء السير جيمس مع صاية حيوانات اسمه إيوان جاي من الحيوان لكن ما علينا ويتفاء معاه على صيد وحش البحيرة وإنهم هيكتسبوه عن طريق تقديم ماجي كطعم له وترد عليه ماجي طب ونمالي عم بولجاماميس وبتفشل خطتهم وبيهرب وحش البحيرة بعد ما بيأتي لأمفريد خادم جيمس وقت ما كان بيمنعهم من قتله ليستحق وحش البحيرة لخنيس حريته وحياته وفي النهاية بتنتهي الرواية لحد هنا خلصت روايتنا بس ما خلصتش روايتنا لو حابب تسمع ملخص رواياتي ما تنساش تتابعني بتاع روايات وما تنساش تشترك في القناة هيوصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم